التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت برينج موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيبه بالرئيس التركي رجب طايب أردوان في أول زيارة له إلى مصر منذ عشر سنوات وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي بقصر للتحادية على أن مصر وتركيا تواجهان تحديات مشتركة مؤكدا ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسات العسكرية بالبلاد كما رحب الرئيس السيسي بالتهديئة الحالية في منطقة شرق المتوسط وحول الأوضاع في قطاع غزة أكد رئيس السيسي أنه توافق مع الرئيس التركي على أهمية وقف إطلاق النار في غزة وأهمية تحقيق حل الدولتين مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية تعرق لدخول المساعدات لأهالي غزة من جانبه أكد رئيس التركي أنه تم رفع مستوى التعاون بين مصر وتركيا إلى مستوى مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى وأوضح الرئيس التركي أنه خلال لقائه مع الرئيس السيسي تطرق إلى الملف الليبي والصومالي والسوداني مؤكدا حرصه على وحدة هذه الدول الثلاث وأمنها واستقرارها وأكد رئيس التركي أن بلاده عازمة على استمرار التنصيق والتعاون مع مصر في تناول وبحث كل هذه المسائل والقضايا العالمية وحول الأوضاع في غزة أعرب رئيس التركي عن رفضه لتهجير سكان قطاع غزة معبران عن تقديره لموقف مصر في هذا الأمر أيضا هذا هو وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طايب اردوان على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا مدى الرئيس البرازيلي لولد السلفاز يرى رسمية إلى القاهرة حيث من المقرر أن يلتقي اليوم بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت كما يلقي الرئيس البرازيلي كلمة أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بخصوص فلسطين حيث يدعو دا سلفا إلى إيجاد حل لبقاء دولة فلسطين حسب ما أفادت وزارة الخارجية البرازيلية أكبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف النازحين على إخلاء مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة وسط تحذيرات من هجوم في مدينة رفح وتفرد القوات الإسرائيلية حصارا صارما على مجمع ناصر منذ أسابيع وطالبت بإخلائه من النازحين الذين أكبرتهم الحرب على الفرار من منازلهم واللجوء إلى المستشفى ويطلق جيش الاحتلال النار على كل من يتحرك داخل أو خارج المستشفى مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد كبير من الموجودين داخله يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه كندا وأستراليا ونيوزيلاندا اليوم إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة ووفق بيان مشترك حذرت الدول الثلاث من أن أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية حذر برنامج الأغذية العالمية من أن تصاعد الاعتقالات والقيود الإسرائيلية على الحركة في الضفة الغربية يزيد من معدل الجوع بين الفلسطينيين وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة إن مئات الآلاف من الفلسطينيين بالضفة فقدوا تصاريح عملهم في إسرائيل ولا يستطيعون مغادرة الضفة في حين أن النشاط التجاري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة محدود مما يعرض الاقتصاد والوضع الإنساني لخطر مزيد من التدهور جراء فرض قيود إسرائيلية على الحركة وإنشاء حواجز عسكرية إضافية بما يحد من حرية الحركة بشكل كبير كثف تيران الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية مستهدفا عددا من البلدات في عمق الجنوب اللبناني وأوضحت مصادر لبنانية استشهاد أكثر من عشرة لبنانيين بينهم نساء وأطفال في القصف الذي طال عدة بلدات بالجنوب في الوقت نفسه تفقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي الوضع على الحدود اللبنانية مؤكدا استمرار الاستعدادات للحرب في المنطقة الشمالية